تعرفوا أن التحقيقات انطلقت في قضية غسل الأموال وتورط راشد الغنوشي في عدة جرائم سواء مالية أو في عريقة بقضية الشهدين شكري بالعيد ومحمد لبراهمي القضية هذه كانت أثرتها تدفع على الشهدين لبراهمي وبالعيد في ذكرتها على اغتيل شكري بالعيد وكانت فم برشة حركتهم نحكيوا عليهم ونذكروا بهم بأكثر تفاصيل ولكن اليوم شركزوا على نتائج التحقيقات اللي أثبت التورط راشد الغنوشي في جرائم متعددة العقوبة تمتاحها يعني عقوبة خطيرة جدا جدا نذكروا أنه في ستة فيفري اللي فات كنت فم برشة تحركت وكنت فم اتهامات إلى راشد الغنوشي رأسا بأنه عنده جهاز كامل سري مالي تعاملات مع دول أجنبية مع تنظيمات مع أطراف مشبوهة من أجل جمع الأموال وكانت فم برشة صيت لهالتصريحات هذه للأستاذ ذاردة الرديوي عضو هيئة دفاع على شهدين شكري بالعيد ومحمد لبرعمين بعد ستة فيفري شفنا تحركات ميدانية أخرى نهرتها دعا إلى الاحتجاج أمام منزل راشد الغنوشي في النحلي في تونس ودعا زيدا للاحتجاج أمام المقر المركزي لحركة النهضة في مون بليزير وقتها قيادة حركة النهضة وراشد الغنوشي يعتبروا هذا فيه وكأنه تحريض على الحركة ومقارات الحركة واضطرت حركة النهضة أنها ترسل ثلاثة مرسلات رسمية إلى وزير أو رئيس الجمهورية أولا وزير الداخلية ووزير الدفاع من أجل حماية المقارات تتابعة لحركة النهضة تصريحات كانت تحمل رئيس الجمهورية المسئولية أو مسئولية سلامة راشد الغنوشي يقول لك إلي هذا تحريض على سلامة راشد الغنوشي واللي ممكن أن يتعرض إلى أي اعتداءات تنجمت سيرة كما زاد حملوهم في المرسلات هذه الأطراف اللي ذكرتها مسئولية حماية الأنصار، مسئولية حماية القيادات، مسئولية حماية المقارات التابعة لحركة النهضة وكل التابعين لهذه الحركة كنا تبعنا كل هذه الأحداث خاصة الوقفة الاحتجاجية أمام منزل راشد الغنوشي اللي كان عندها وقع وخطاب الأستاذ ريدا الردوي كان حماسي وخطاب مهم يسر كنا تبعناه التهموا بالقتل، التهموا بالتورط في التسفير، في الاغتيالات في جهاز مالي سري في محاولة الاختراق مؤسسات الدولة كانت حاضرة معاه زوجة محمد الإبراهمي، مباركة عوينية الإبراهمي اللي كانت زادة توجد إلى المنزل ووجهت له التهم مباشرة بالقتل وتورط في الاغتيالات اليوم القضاء التونسي يحقق في تهم غسيل الأموال والتجسس والتآمر على أمن الدولة اللي هي تهم موجهة إلى حركة النهضة وزعيم الحركة راشد الغنوشي اليوم بشكل رسمي انطلقت الجلسات والاستماعات أمام القضاء العسكري للتحقيق فيها التهم هذه وتهم أخرى المهم رسميا تم الانطلاق في التحقيق بتهم غسيل الأموال والتجسس والتآمر على أمن الدولة وتم توجيه أو الموجهة إلى حركة النهضة واللي تتعلق بالاغتيالات اغتيالة شهدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهمي ولكن تم تصليط الضوء عليها خاصة في الندوة الصحفية دونكيدي تهم الموجهة لحركة النهضة والقضاء استمعا رسميا إلى إفادات المحامي رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع على الشهدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهمي في الدعوة القضائية باغتيال الشهدين بالعيد والإبراهمي الاتهامات وجهت إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي نجلو ونائبه علي العريض اللي كان وقتها وزير للداخلية زمن تنفيذ الاغتيالات في 6 فيفري 2013 وفي جويليام بعد زادة مع اغتيالة شهيد محمد الإبراهمي كان وقتها هو نائب الرئيس اليوم ما ولا نوردين البحيري هو اللي ينوب رئيس حركة النهضة ولكن وقتها كان العريض نائب الرئيس وكان زاد هو وقتها وزير للداخلية وتعرفوا خاصة أن وزارة الداخلية تم اتيهم حركة النهضة بمحاولات الاختراق وزارة الداخلية وعدة وزارات أخرى من خلال زرع بعض الشخصيات وكوادر في ديوين وزير الداخلية في مناصب حساسة صلب وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات وهذا أحكيه عليه أكثر من مناسبة شخصية وطنية ومسؤولين في الدولة دونك التحقيقات أو هذه التهم وجهت لهذه الأطراف بالذات نلقى وأنه التحقيقات أظهرت وهذه نتيجة لتحقيقات اللي انطلقت أظهرت تورط رشد الغنوشي في تجاوزات خطيرة تصل حد غسيل الأموال والثراء الفاحش وأخطر منهم الكل هو التخابر والتآمر على أمن الدولة إذن رسميا التحقيقات تظهر تورط رشد الغنوشي بتجاوزات خطيرة تصل حد غسل الأموال والثراء الفاحش والتخابر والتآمر على أمن الدولة أربعة أهم أخطرهم التخابر والتآمر على أمن الدولة ثم تأتي العقوبات المالية الاقتصادية غسيل الأموال والثراء الفاحش ومش أول مرة يحكيوا على ثروة رشد الغنوشي كي نحكيوا عليها سابقا في أكثر من مناسبة خاصة جريدة الأنوار اللي عملت تحقيق على ثروته قالت اللي هي توصل إلى 2700 مليار متأتي من مصادر مشبوهة في علقة بالتنظيمات المتطرفة في ليبيا في سوريا في عالقة بوسطات قم بيهم رشد الغنوشي للأفراج على بعض الأسرى لدى هذه الجماعات الإرهابية إلى غير ذلك دونك اليوم نلقى وإنه هيئة الدفاع على الشهدين شكري بالعيدة ومحمد البرهمي تقول لك إنه فيما تعطيل ممنهج ومتواصل ومستمر لمسار البحث والتحقيق فيما يتعلق بالجهاز السري كشف على الجهاز المالي ولا الجانب المالي التخابر على أمن الدولة إلى غير ذلك ولكن تقدم زلفا ما تعطيلت وأطراف ما تحبش توصل التحقيقات إلى ملف الجهاز السري لحركة النهضة القوزة الملف الثاني هو الغرفة السوداء اللي هما تابعين إلى حركة النهضة واللي في هذية كانت أثرته هيئة الدفاع على الشهدين شكري بالعيدة ومحمد البرهمي وقيادة النهضة كانوا ردوا باستخفاف على الأستاذ رضاء الرديوي وقالوا إنه هيئة الدفاع هي الغرفة السوداء وهي الجهاز السري ووائلة غير ذلك في حين إنه الخطوة القادمة اللي بيشتخدم عليهم هيئة الدفاع واللي بيكونوا محل متابعة من قبل أنظار الرأي العام بشفة عامة في تونس وألا في العالم هو ملف الجهاز السري والغرفة السوداء التابعين إلى حركة النهضة اللي هما يعني مطلب من مطالب تونس أنه يتم الكشف عليهم وفي أقرب وقت ممكن إذن اليوم تم يعني إثبات تورط راشد الغنوشي في التهم اللي ذكرتها اللي هي النظام السري المالي وطبعا نلقا وإنه هذية بالوثائق تم الكشف عليه على هذا النظام السري المالي لراشد الغنوشي اللي أقام علاقات مالية مباشرة مع جهات أجنبية وتولى غسل الأموال وبتباعة الحال القضاء أظهر تورط الغنوشي في تجاوزة تخطيرة توصل حد غسيل للأموال أثر الفاحش والتخابر والتأمر على أمن الدولة اللي عقوباتهم خطيرة وخطيرة جدا قد تصل إلى الأعدام ترجمة نانسي قنقر